ما معنى اسم بشرة؟ هو اسم على مؤنث ذو أصل عربي من الأسماء ذات الوقع اللطيف التي تشبه الحدث بأنه رائع وجميل كأنه عطية جميلة أو خبر صار وهبة كانت منتظرة لوقت ما كالتبشير بشيء قادم فيه ما يسر بمعنى خبر مفرح وقد ذكر في القرآن الكريم بقوله تعالى وما جعله الله إلا بشرة في سورة الأنفال فهي تعني الأمر المفرح ما ينفرج له الأسارير لسماعه وقد ذكر عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعا ربه قائلا في قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ربي هبلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فأنظر ما ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلمى وتلت تله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاغ المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاقه من ذرياتهما محسن وظالم لنفسه مبين فالبشرى هنا تدل على أنه دعا ربه وآتته البشرى بقدوم الله الذي تمنى به فالبشرى تحقيق لما تمنينا أو الحدث المتوقع وقوعه ولكن الزمن غير معروف فعندما يأتي الخبر يصبح بشرى صار مفرحة تنشر السعادة والابتسام لوصولها وفي القرآن الكريم يعيد الله عباده الصالحين ببشرى في الآخرة بجنات تجري من تحتها الأنهار وقد ورد في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وكل ما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون فبشرى صار من الله تعالى خص بها عباده وقد ورد في القرآن الكريم معنى البشرى بمرادفات كثيرة فبشرناه وبشر نبشرك ففي قوله تعالى لنبيه زكريا عليه السلام هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين والبشارة الخير هي الإسلام الذي جاء به نبي الله سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ترجمة نانسي قنقر